اشتركوا في القناة لمادة الكيمياء وموضوع الدرس وحل الاختبار المقنن للفصل الأول في الصفحات 38 و39 أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر عنه التدريب الأول أي مما يأتي لا يعد عاملا مختزلا في تفاعلات الأكسداء والاختزاء أي مما يأتي لا يعد عاملا مختزلا في تفاعلات الأكسداء والاختزاء طبعا لا يعد عاملا مختزلا طبعا العامل المختزل هو المادة التي تأكسدت أم لا نعم صحيح إذن هذا الاختيار الخاطئ العامل مختزل هو الذي يحصل عليه أكسداء amo mystقب الإلكترونات لا العامل مختزل لا العامل المختزل لا يستقبل الإلكترونات بل يعطي الإلكترونات إذنبيه هي الاختيار الصحيح بيه هي الاختيار الصحيح مرة أخرى لا يعد عاملا مختزلا طبعا عامل مختزل هو الذي يستقبل الإلكترونات وهنا يقول لا يعد عاملا مختزلا إذن هو مستقبل الإلكترونات طبعا المادة الأقل كاروسالبية هي عامل مختزل المادة الإلكترونات هو العامل المختزل إذن الاختيار الصحيح الذي لا يعد عاملا مختزلا هو مستقبل الإلكترون مستقبل إلكترون التفاعل بين النكل وكلوريد النحاس التنائي موضح على النحو الآتي Ni زايد CuCl2 يعطيني Cu زايد NiCl2 مع نصفات تفاعل أكسدة والاختزال طبعا حتى تعرف نصفات تفاعل أكسدة والاختزال ماذا تعمل؟ نعم نحدد أعداد الأكسدة نحدد أعداد الأكسدة طبعا النيكل صفر ممتاز الكلور هنا سالب واحد في اثنين سالب اثنين إذن Cu موجة باثنين إذن نكل هنا النيكل هنا صفر عدد الأكسدة والCu موجة باثنين كما قلنا والكلور سالب واحد والنحاس هنا صفر والنحاس هنا صفر والنيكل الكلور هنا سالب واحد في اثنين سالب اثنين إذن النيكل لازم يكون موجة باثنين طيب نقول أنه النيكل النيكل انتقل من صفر إلى موجة باثنين زاد عدد الأكسدة إذن حصل عليه أكسدة وكل الخيارات صحيحة هنا النحاس من موجة باثنين إلى صفر يعني حصل عليه اختزال حصل عليه اختزال إذن الاختيار الأول خاطئ لأن الذي حصل عليه حصل هنا أكسدة فالاختيار الأول خاطئ طيب والنحاس انتقل من موجة باثنين إلى صفر يعني تحرك إلكترونين إذن بي اختيار خاطئ لأنه ما تحرك إلا ألكترون واحد ممتاز وكان موجة باثنين وهنا موجة بواحد ممتاز الاختيار سي طبعا انيكل موجة إلكترونين تحرك صحيح والنحاس الصحيح تحرك إلكترونين ومن موجة باثنين فعلا إلى صفر صحيح إذا الاختيار الصحيح هو سي أما ديفا هو خاطئ رغم أنه متشابه لأنه الذي تحرك هنا تحرك النحاس من موجب واحد وهو ليس صحيح بل هو تحرك من موجب اثنين أو انتقل من موجب اثنين فدي تكون اختيار خاطئ التدريب الثالث التفاعل بين النيكل وكلوريد النحاس موضع على الشكل التالي Ni زايد Cu سيلتو يعطيني Cu زايد Ni سيلتو العامل المختزل في المعادلة هو Ni سيلتو Cu سيلتو طبعا قبل قليل حددنا عداد تأكسد لهذه العناصر فمن الذي حصل عليه أكسده قبل قليل لأن الذي يحصل عليه أكسده هو ماذا نعم عامل مختزل الذي يحصل عليه أكسده هو عامل مختزل والنيكل انتقل قبل قليل من الصفر إلى الموجب اثنين اذا هو العامل المختزل اذا هو العامل المختزل لأن حصل عليه أكسده فهو انتقل من عدد تأكسد صفر إلى عدد تأكسد موجب اثنين أي حصل عليه أكسده وبالتالي هو العامل المختزل الذي يحصل عليه أكسده هو عامل مختزل تدريب رقم أربعة رقم التأكسل الكلور في المركب HClO4 هو طبعا هنا HCl مجهول لماذا مجهول؟ لأنه أتى مع الأكسجين في مركب واحد أتى مع الأكسجين في مركب واحد وعندما يأتي أحد عناصر المجموعة 17 سواء الكلور أو البروم أو اليود عندما يأتون مع الأكسجين فأنهم يصبحون مجهولين وليسوا معلومين نحن نعرف أنهم سالب واحد لكن مع الأكسجين يستثنون ويصبحون مجهولين ولهذا المجهول هو الكلور ممتاز طيب هذه الصيغة تمثل ماذا؟ نعم تمثل مركب متعادل إذن مجموع عدد الأكسجين لكل العناصر يجب أن يساوي ممتاز يجب أن يساوي صفر يجب أن يساوي صفر ممتاز وهنا نقول أن الهيدروجين عدد الأكسجين له مجب واحد حسب القواعد مجب واحد في كل مركباته ما عدد الاستثنات وهو هنا ليس مستثنى والكلور مجهول والأكسجين عدد الأكسجين له وسالب اثنين في كل مركباته ويوجد عندي منها أربع ذرات فنقول زائد أربع ذرات وكل ذرة عدد تأكسدها سالب اثنين الآن نحل المسألة من مجهول واحد ومعادلة من مجهول واحد فنقول أربعة في سالب اثنين أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية وموجب واحد سالب سبعة إذن الكلور ناقص سبعة يساوي صفر الكلور ناقص سبعة يساوي صفر ومن خلالها نقول أنه عدد أكسج الكلور هنا في هذا المركب يساوي موجب سبعة يساوي موجب سبعة إذا الاختيار الصحيح هو A الاختيار الصحيح هو A تدريب رقم خمسة العنصر الأعلى كهرو سالبية بين العناصر الآتية هو الكلور أم النيتروجين أم الأكسجين أم الفلور طبعا أعلىها معروف نعم ممتاز الأعلىها هو الفلور هو الفلور هو أعلى العناصر كهرو سالبية فهو يأخذ من الجميع وعدد أكسدته في كل مركباته دائما سالب واحد طيب من الأقل منه مباشرة طبعا الأقل منه مباشرة هو الأكسجين ولذلك الأكسجين في كل مركباته سالب ثنين ما عدا مع الفلور يتغير لأن الفلور أعلى منه إذن العنصر الأعلى كهرو سالبية هو الفلور تدريب رقم ستة المادة التي عدد تأكسدها يساوي صفرا هي سيوم وجب ثنين اتش تو سو ثري سالب ثنين ام سيل سالب واحد طبعا تعتمد على القواعد فالقاعد تقول أن العناصر في الحالة القياسية كم عدد تأكسدها صفر ممتاز من هو العنصر الذي وجد في حالة قياسية نعم هو الهيدروجين موجود في الحالة القياسية فيكون عدد تأكسد يساوي صفر عدد تأكسد يساوي صفر الهيدروجين اما السيوم موجب ثنين فهو ايون احادي فعدد الأكسدها موجب ثنين والكلور ايون ايضا احادي فعدد الأكسدها سالب واحد اما الاس او ثري فهو ايون اه متعدد ومجموع عدد تأكسد لكل العناصر الموجودة فيه يساوي سالب اثنين اذا المادة التي عدد تأكسدها يساوي صفرا هي الهيدروجين هي الهيدروجين تدريب رقم سبعة التفاعل بين يوديد الصوديوم والكلور موضح على النحو التالي تون اي سي ايل زايد سي ايل تو يعطيني تون اي سي ايل زايد اي تو اي الاسباب الاتية تبقي حالة تأكسد الصوديوم دون تغيير يعني يكون في المواد المتفاعلة والناتجة نفس عدد تأكسد هذا المقصود بالسؤال هل هو عندما يكون الان اي موجب ايون متفرج ام عندما يكون الان اي موجب لا يمكن ان يختزل ام عندما يكون ان اي موجب عنصر غير متحد ام عندما يكون الان اي موجب ايون احادي الذرة طبعا العنصر الذي لا يتغير على التأكسدي هو عندما يكون نعم عندما يكون أيونا متفرجا عندما يكون أيونا متفرجا فنقول عنه أن عدت أكسد له قبل التفاعل وبعد التفاعل هو نفسه هو نفسه يبقى ثابت دون تغيير تدري برقم 9 استعمل معادلة أدنى للإجابة على السؤالين 8 و 9 علما أن المعادلة الأيونية الكلية بين اليود وأكسيد الرصاص موضحة على النحو الآتي I2 زائد PPO2 تعطيني IO3 سارب 1 زائد P بي موجة بثنين المطلوب في السؤال الثامن حدد أعداد التأكسد حدد أعداد التأكسد لكل مشارك في التفاعل طبعا نبدأ بال I2 مثل قبل قليل أخذنا مثال عليه إشبهنا نعم H2 كم يسرع التأكسد نعم صفر لأنه أنصر في حالة قياسية طيب الآن هذا المركب نعرف من؟ نعرف ممتاز نعرف الأكسجين سالب 2 ممتاز أما الرصاص فسيصبح 2 في سالب 2 سالب 4 والرصاص لازم يكون موجب 4 حتى يكون المجموع صفر ممتاز رح المركب الذي يليه IO3 نعرف من؟ نعم نعرف الأكسجين سالب 2 والآي يجب أن يكون سالب 2 في ثلاثة سالب 6 والمجموع سالب 1 إذا لابد أن يكون اليود هنا نعم موجب 5 أما الرصاص فهو أيون أحادي ويكون عد تأكسد مساوي لسحنته كما ونوعا فيكون موجب 2 فيكون عد تأكسد للبي بي موجب 2 أيضا موجب 2 هذا هو السؤال رقم 8 حددنا أعداد تأكسد لكل ذرة مشاركة في التفاعل السؤال رقم 9 فسر كيف تحدد العنصر الذي تأكسده والعنصر الذي يختزل طبعا المعادلة هذه وحددنا أعداد تأكسد قبل قليل قلنا عدد تأكسد لليود صفر وللأكسجين سالب 2 وللرصاص موجب 4 والأكسجين هنا سالب 2 واليود هنا موجب 5 وأيون الرصاص موجب 2 كيف تحدد العنصر الذي تأكسده والعنصر الذي يختزل أولا حدد أعداد الأكسده حددنا أعداد الأكسده فنقول أن العنصر الذي زاد عدد الأكسده عنده يحصل عليه أكسده طيب من الذي زاد عدد الأكسده نعم الذي زاد عدد الأكسده هو اليود فانتقل من الصفر إلى الموجب 5 من الصفر إلى الموجب 5 يعني زاد عدد الأكسدة إذن العنصر الذي يزداد عدد أكسدته يحصل عليه أكسدة فنقول يود زاد عدد التأكسد عنده فحصل عليه أكسدة أما الرصاص فإن عدد الأكسدة انتقل من موجب أربعة إلى موجب أثنين يعني قل عدد الأكسدة وإذا نقص عدد الأكسدة يعني أن هذا العنصر اختزل أو حصل عليه اختزال إذن الرصاص حصل عليه اغتزان لأن عدد التأكسد قد من موجب أربعة إلى موجب اثنين واليود حصل عليه أكسده لأن عدد أكسده زاد من صفر إلى موجب خمسة إذن نقول هنا انتقلت خمسة إلكترونات في هذا التفاعل فانتقل من صفر إلى موجب خمسة يعني الفرق بينهما خمسة وهنا فقدها وهنا الرصاص انتقل إلكترونين فقط وكسب إلكترونين لأنه اختزل بينما اليود خسر خمسة إلكترونات لأنه أكسد إذن نقول العنصر الذي زاد عدد تأكسده يتأكسد وهو اليود والعنصر الذي نقص عدد تأكسده يختزل وهو الرصاص وهو الرصاص تدريب رقم عشرة استعمل جدوى العناصر الآتي للإجابة على الأسئلة من عشرة إلى اثنى عشر من عشرة إلى اثنى عشر السؤال رقم عشرة أي العناصر تمثل أقوى عامل مواكسد؟ طبعا عامل مواكسد يعني كاروسالبيته نعم عالية كاروسالبيته عالية العنصر أو المادة لكاروسالبيته عالية تصبح عامل مواكسد حتى تفهم الجدول لابد أن تعرف مفتاحه وهو الأسهم فالكاروسالبية تزداد عبر الصفوف من اليسار إلى اليمين يعني العنصر الذي على اليسار أقل من العنصر الذي على اليمين فالبوتاسيوم سالبية أقل من البروم ممتاز وكذلك خلال المجموعة فإن الكاروسالبيه إذا انتقلنا من أسفل إلى أعلى تزداد أي أن الباريوم أعلى من البريليوم عفوا البريليوم أعلى من الباريوم بي اي أعلى كاروسالبيه من بي اي الآن أمامك الجدول كاملا هذا حسب الأسهم من هو العنصر من هو العنصر الأعلى كعامل مواكسد طبعا سيكون العنصر الأعلى كعامل مواكسد موجود في اليمين في الأعلى موجود في اليمين في الأعلى وهو الفلور وهو الفلور في هذه الحالة يعني الأسهم رايحة اليمين وفي الأعلى هو الأعلى كاروسالبية يصبح هو أقوى عامل مواكسد هو الفلور سؤال رقم 11 أي العناصر تمثل أقوى عامل مختزل طبعا العامل مختزل تكون سالبيته أقل ما يمكن طبعا وخلال الأسهم تقل عبر اليسار في الأسفل صحوا لا لا عبر اليسار وفي الأسفل أقل سالبية عبر اليسار في المدفد صف وعبر المجموعة في الأسفل وهو هنا نعم وهو هنا السيزيوم وهو هنا السيزيوم هو أقل العناصر كعامل مختزل هو أقوى عامل مختزل لأنه في أسفل العناصر في أسفل الجدول على اليسار في أسفل الجدول على اليسار فيكون هو أقل العناصر كعامل مختزل السؤال رقم 12 أي العناصر لها أقل كاروسالبية بناء على الرسم الذي أمامك بناء على الرسم الذي أمامنا أي العناصر لها أقل كاروسالبية طبعاً العناصر له أقل كاروسالبية وين يكون موجود؟ يكون موجود في الصف على اليسار لأن تزدادها على اليمين إذا يكون الأقل على اليسار عبر الصف وعبر المجموعة في الأسفل نعم وعبر المجموعة في الأسفل إذن أي العناصر يكون له أقل كاروسالبية؟ نعم أقل العناصر كاروسالبية هو السيزيوم لاحظ الفلور هو أعلىها كاروسالبية لأنه موجود في اليمين في الأعلى والسيزيوم أقل لأنه موجود في الأسفل على اليسار لكن لا أظن المجموعة رقم 18 لم نتحدث عنها المجموعة رقم 18 لم نتحدث عنها وإلا المفروض الذي يكون أعلى كاروسالبية هو أنا لا عناصر مجموعة 18 ليست من ضمن العناصر ذات الكاروسالبية العالية بل منخفضة ولذلك هي مستثنى من هذا الجدول لا تكتب فيه إذن أقل العناصر الكاروسالبية هو السيزيوم انتهى الدرس أتمنى أن تستفيدوا منه تستطيعون التواصل أو لمزيد من الدروس عبر العناوين الظاهرة على الشاشة أمامكم أراكم في درس قادم مع السلامة